ويبقى هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه والحاوي ينقط بطاقيته الحاوي وليد سليمان الحقيقة وليد سليمان مباراة الأهل الختمية في الدوري الليلة الختمية الموسم الدوري كانت ليلة وليد سليمان رغم أنه الراجل ما حضرشي لكن حن نشوف زي ما استمتعنا باحتفالات الجمهور العظيم في الاستاذ بوليد سليمان وشوفنا لعبة الأهل على هذا القادر رشواندس من الوفاء والتأدير والحب الوليد كله لابس فنلة وليد وكله بيحييه وكله بيشكره بص ما احنا لو بنعمزها غيرنا كنا نعم وليد ده كان اتحط في الحطة الأسطورية مبكرا ولا يقارن بأي لعب ليه؟ إنجازاته مهاراته أجوانه أهداف الحاسمة اللي كل منها واحد منه بيجيب لك بطولة يعني لما تشوف أول كونفدرالية مع جريده الأوفر اللي عمله شوف أنا لازم أن هاخد منك قصة وليد بالكامل هتأخذها؟ لأنه فيها حدوتة كبيرة أو حدوتة إنسانية بجد والقصة كلها عند المهندس عادلي بس قبل ما روح له 11 سنة أهلي وليد سليمان إيه اللي حصل فيهم؟ ده الإخوة اللي بقولك ابن النادي وابن الحتة وابن المكان والكلام ده وليد سليمان في 11 سنة أهلي 21 بطولة 6 دوري 5 سوبر مصري 2 كاس مصري 4 دورة أبطال أفريقيا 1 كونفدرالية 3 سوبر أفريقي وساهم مع الأهلي في 2 برونزية كاس العالم للأندية وليد لاعب جاله نهيار عصبي لما قالوا له مش هتروح الأهلي القصة من أولها إيه بقى؟ ورغم إن حكيتها لا بس لن أمل من إن أنا أحكيها لإنها كلها بتشاور على إنك أزاء أو في مواجهة لاعب استثنائي وليد بدايته قبل الجونة مش أعتقد كبسوس أو حاجة زى كده حديني أقول لك يعني فلاش باك لإن دية ردا على الناس اللي بقولوا ابن النادي ومش ابن النادي في 99 تقريبا ألفين كابتن محمد رمضان كان مدير قطع ناشئين فحب يعمل تجربة إنه يعمل اختبارات الناشئين في الأقليم علشان الناس ما بتعرفش تيجي القاهرة ومعندهش فرصة النتيجة للاختبارات في الزحمة ومحمد رمضان دم العظماء خلي بالي في الإدارة فسافر معايا لأسيوت كابتن شطة وكابتن بادراجة رحنا للقصية عندنا نعمل اختبارات على مدى خمس ست ايام لما تقول إن الأهل موجودة اختباراته في مدينة في أسيوت هجي لك كل المينيا وهتجي لك صهاج وإنا كل المحافظات بدل ما هيجي القاهرة لا الأهل اختباراته في المكان ده جي ناس كتيرة وليت سليمان بعد كده كتير لما جي الأهل قال لي على فكرة الاختبارات اللي انتوا عملتوها في القصية أنا جيت والكابتن شطة اختارني واختاروا ضمن مجموعة أعتقد عمر جمال كان فيهم كان جاي من ناجح حمدي هو رخ وبعتوهم لاختبارات التصفية في مدينة نصر هنا مع كل الناس اللي جات من كل الأقاليم ما كانش في حظ الوليد يكمل فراح حرص الحدود لعب فحرص الحدود ناشئين لغاية سن التصعيد في الفريق الأول ما تصعدش للفريق الأول فراح الجونة لعب مع الجونة ده راية تانية وبعد كده راح بتروجيت وصعد بيهم الدوري وبدأت علاقته بالوترول اللي انت عارفها قبل ما تبتدي علاقته بتروجيت واو في الجونة كان فيه ترشيح لينا وأنا اتحركت عشان اجيبه تمام بس وقتها بس انت عندك ايه سبع تمان لعيبة حسب همية انت عمال بت منشغل هنا وهنا وهنا جاءت دور على وليد جاء قالوا لنا دراح بتروجيت كان لسه وليد ناشئ يعني ومحدش عارفه اي بدأنا التحرك وهو بتروجيت كان ببتدي بقى ايه يلمع ويسمع وكابت المختار لقطه واسقله واعتمد عليه لكن وليد نفسه الله ده الاهل عايزني انا استعجلت ليه فبدأ وليد عايز ييجي ويضغط لانه ده كان حلمه من الاول انت قلت هو من هو صغير بيسعى طبعا مئتين كيلو جاي لابس عمري جمال جاي لنادي الاهلي جاي ناشئين يعني انما وليد كان وهو ناشئ بدأ يستعى نجمه ويكون لعب مؤثر ويحدث الفارغ في بيتروجيت فاحنا بدأنا نتحرك بكسافة كل سنة هناخد وليد اه اخر السنة ووعد يا وليد بس نقعد بس نكسب بس نعمل وحنمشيك بتيجي اخر السنة ما يحصلش تلات اربع سنين وارا بعض اخر مرة كنا اقتربنا عهدناك رجلا فكنت على قدر المسئولية شكرا يا حاول انت بقى ايه في السنة دي كانت وعد وعد قاطع واخر السنة كالعادة لسبب او اخر قالوا مش حينفع السنة دي واذا به يقع فريسة انهيار عصبي ده الوزير ساعتها سامح فهمك وزير البترول ما هقولك لسه طوله وقع فريسة انهيار عصبي واتنقل لمستشفى في فيني شارع فيني في الدقي احنا معانا في الاعداد زميلنا العزيز محمود المخبزي انا يوميها لما تقال انه وليد سليمان جاله انهيار عصبي ودخل المستشفى في الدقي قلت له شوف الموضوع فراح المستشفى لقف القوضة وليد ما فيش الا الشبشت بتاعه ما نحاولك اللحاص هو قعد يوم وبدأ اللوايحة الدرس يستطيع وهو طريح الفراش ان يتقدم بشكوى مدموغة بشهادة طبية انه ده على الشفى يعني هو داخل مستشفى الصبح كان الشباب والرياضة بتعمل تحقيق واتقال هذا الرأي ان لو تقدم بشكوى الاتحاد الدولي كذا 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 وانا كان في ذهني ان اتواصل معه تاني يوم لما سألت تاني يوم قالوا لي ده مشي في الفجر الفجر جم ناس خدوه ما عرفش راعوا بيفي على فيه اتضح انه راح قابل وزير البترول الانزاك وهو على فكرة سامح فهم هو لعيب كورة وهلاوي لهوى لكن امبي بالنسبة له الابن البكر تجربته ده الابن البكر يعني كانوا قلوهم كده فقاله اذا كان انت مش لاقي نفسك وشاف ان البتروجيب يعيد عن المنافسة البطولات امبي قريب جدا تعال اكسب معنا بطولة السنة دي هو حشيبك وده لوعد راح مضى انه يتنقل امبي واجل الحلم واستطاع ان يحصل من هذا الوعد على انه خلاص اخر السنة حيتباع وعرضه الشطارة بتاعت امبي انه تبهت لنا اعلى سعر فتقدم الزمالك بسبعة مليون جنيه فالنادي الاهلي قال واحنا فقالوا طيب الزمالك رفع نصف مليون جنيه وانا قالوا احنا برضو نرفع سبعة مليون جنيه كل ده بشرط ان يسأل وليد اذا تساوت العروض لحد ما تقلقنا ثمانية مليون جنيه وقلنا لأ ده احنا كده ادلس يعني مش هتخلص قلنا لهم طيب هنعتبر ان ده العرض النهائي قالوا بس تكسروا ان شاء الله بخمسين الف او مئة الف حاجة كده عشان يبقى نعرضوكو اكبر واذا ما جلناش رد من الزمالك لحد تسعة الصبح خلاص اللعيب بتاعكم مش هنستنى كنت انا معاك في الحلقة في الحلقة وعمال بتجرني مين وشمال قلت لك معلش اكلمك بكرا وروحت البيت وجاءاني رقصتني كتير ما رقصتكش هل حاجة مش هقول انا عارف هتخلص هلش هتخلص المهم يعني فروحت بسالة بترقصونك هل موافق يعني بابا ممسوط مدام كده يبقى حاجة داري على شمعوتك تيد فجاء وليد واستطعنا خلال ساعتين ان ننهي كل شيء روحت من الحلقة كان عندك في البيت جالي الساعة اثنين اثنين ونص كده وكان وكيله المصري اللي عايش في فرنسا موجود في فرنسا وقتها فجاء معه احد اصدقائه المهم يعني صاحبه ده اللي كان بتتكلم وهو بتتكلمش خالص وصلنا الاتفاق المالي خلصنا صلينا الفجر قلت له روح بقى ارتاح لك ساعة او ساعتين بالكتير تسعى لربع تكون في المكتب عندي تسعى اكتب الشيكات واجهز الاستغناء واجهز العقود ويجي يمديلي عليها والشيكات تروح ناخد الاستغناء ويكون المهلاء المعطاة لنادي الزمالك انتهد فما هيبقاش فيه سبب مش هستنى ساعة انا بتفرق بتفرق الساعة في الأموض ادي ايه بتفرق ادي ايه اذا قال لك يلا بينا ما تقول حاروح اسعى الوالدي اقول له انت مش ناوي ايبا طب انا حعمل ناوي منز ناوي على رأي انا دلوقتي عم الليلة عم الليلة عم يعني خلاص بدنا مصلنا اتفاق بتاقل ليه حاجي اقل الساعة تمانية وربع تسعة لربع وليد مجيش وكان الشيك الكتب والمندوب واقف قدامي عايز اتحرك به وانا مش هحركه لازا كنت ضامن ان وليد جيه وخلصنا العود بقى احنا خلصنا اتفاقات يا وليد قال لي طب ما تديني قلت له بص يا وليد ان ما جتليش خلال ربع ساعة المندوب اقول له روح كنت متفهم مع الكابتن حسن على كده انت تجيري فورا كابتن عادل داني حتى ملحد شخصي قلت له تجيلي فورا قبل تسعة كان عندي مضى على العقود وكان ابننا قلت له اكسب وقت تروح وتقف تحت ما تطلعش غير ما قولك اطلع اذا وليد مضى هقولك اطلع بالاستغناء اطلع بالشيك سلموا انا جاي لك وده اللي حصل الحمد لله مجموعة من الاهداف طبعا الاسطورية اللي بيتكلموا على الاهداف الاسطورية اتفضلوا اتفضلوا يا شباب مين بيعمل كده يا اهل الخير والانصاف يا اهل مغنى مغنى انا مش هرغي انا عايز استمتع معاكم اللي جوان دي وح اكمل بعدين طب انا خلي يعيدها لك تاني كمال لا انا شفتها عشان الناس ايه حيقولك بس كامل اهداف جميلة جدا اتفضل اتفضل بص القتال بص الروح لا عارف يا معافر يا معافر العلال بتاع معافر اهو المعافر ده قولي ايه المهارة لنقصة واحد زي ده فردي بيرقص سريع شويت بيصنع لعب بيهدف بكل اصناف التهديف وكل كرة فيها وعي وتفكير وتنفيذ مش مبكي يا جماعة لعيب قال الله ما يتكرر صحيح وارقامه بتقول انه لعيب لا يتكرر كثيرا اه بالهد عايش تاني وبالهد طائرا برضو حتلاقي بيجيب جواه اه طب نجيب واحد تاني زي ده من اين اهو يالله فرستايم الله اه خسارة وليد اصناف لعب خسارة متنوعة اصناف اهداف متنوعة ده انا انا مش ناسي يوم موسيماني نزلوا تلت ساعة وجاب جولين بقى موسيماني يعمل كده بأيديه موسيماني كتب تلت تويتات مبارح الوليد يعني كان بيقوله انا فخور ان انا دربت واحد زيك كنت سعيد جدا للاحترام المتبادل بيننا كتير ما كنتش بيبدأ بيك وحتى لما مرد ديتك خمس دقايق بس كنت قد ايه محترم كورا لوب وانت بتدفع عنك ايه الحساسية دي ايه الرؤية دي اخوانا ايه الرؤية والحساسية دي اسطورة ده اسطورة الاساطير تبتتكلموا على الاساطير موسيماني احترم التزامه وانتباطه اصلا هي مش بالراج الراجل ده يعمل صامتا لكنها اسطورة بكل المقيس لان محدش بيقزم هذا التنوع في الاداء وبهذا الاتخان اهو لاخر وقت اه دي جوان لاخر وقت بيجيب هزاي بالهد بيجيب فيرستاين بيجيب لوب بيجيب من من 40 ياردة بيجيب يعني ده غير صناعته للأهداف بقى غير صناعته للأهداف طبعا حدث ولا حرك وبعدين هو فيه لعيب موهوب ومهاري يقدر يدفع بقوة مدافع شرس قوي يروحه عالية جدا بيتحرك بدون كرة طبعا بيتحرك بدون كرة عنده رؤية ويصنع لعب مؤكد وقفنا بقى على ايه ان خلاص الفلوس الراجل اللي يروح وطولك لعسلم الشيك وانا جايلك يسلمنا في نادي امبي الحدودة دي انا بحكيها ليه اعاشقا حتى المرض ما بيمثلش ايه طب دخلنا النادي الاعلي وفي سننا زي بركات كده مش وبتريكة ما احناش فيه مقتبل العمر فيسطر تاريخا مزهلا اه 22 بطولة مزهلا اه وبعدين فيه لعيبة وكلها ليه بصمات فيها ايوه في لعيبة بتاخد بطولات او الفريق ياخد بطولات في وقتهم وما ما لهمش تأثير حقيقي لا وليد بصمته قوية طيب هو كان يحدث الفارق اللعيب الذي يحدث الفارق استاذ ابراهيم انك تشعر الملعب اتغير لما ينزل طبعا مؤكد بتشعر بهذا طب النتيجة تتغير لما ينزل طبعا مؤكد بيحدث في معظم الاحوال صحيح لما ينزل طيب هو نجم بهذا الحجم الصورة دي كانت فيه ايه الصورة دي كانت فيه وانا بمضي مع وليد بمضيني هو مضاني على احترامه وعشقه يعني وده سمير وكيله لما جي حضر لحظة انهاية الاجراءات فطبعا وليد يعني لا يقارن تصنيفه حيظل تصنيف استثنائي يعني اما تجيب الاستثنائيين هو واحد منهم واي شيء يحدث لتكريم وليد هو مستحق وربما كان يمكن او نتمنى ان يحدث اكثر مما سوف يحدث واي مجال حيختار استاذ ابراهيم حيخلص وينجح فيه لانه شخص تلخصه في كلمة الإخلاص والالتزام والشغف تلت حاجات ينجحه اي حد ايه ابرز سماته ما هو الإخلاص الشغف الالتزام ثم الصفة اللي تنجح اي عبقاري التواضع متواضع هو لو حاس انه زي ما احنا بنتكلم عليه كده كان طلع عنا وإحنا بنشتغل معه زي غيره ما بيع انما ده تحت الرادار مسمعه مش صوت هو احد القلائل الباقيين اللي احنا بنقول عليهم يعني كبار الاهل واساطيره اللي نتمنى ان يستمر عطاهم حتى نهاية العمر اشتركوا في القناة